خطوات جديدة على طريق تدعيم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية توجد بإعلان رياض عن مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر وخطوات مهمة أخرى ففي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أحمد أعلن الأمير محمد بن سلمان أن المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستضخ مزيدا من الاستثمارات لتصل إلى 30 مليار ريال وكذلك ستسهم في تأمين البترول القاهرة لخمس سنوات مقبلة السفن السعودية بدورها ستدعم حركة النقل في قناة السويس وهو ما سيدر مزيدا من الأرباح على مصر من خلال هذا المعبر المائي الاستراتيجي ويبدو أن المرحلة الحالية تحتم على كلا الدولتين تسريع الخطى على طريق علاقات اقتصادية وسياسية أشد متانة خصوصا في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة مع تعاظم تحديات الإرهاب واستمرار محاولات التمدد الإيراني في المنطقة صفا عضاحي العربية